وإلى هذا الخبر العاجل حيث استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية التي تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة تمكنت أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول بشمال سيناء من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل الانتحاري ضد أفراد الكمين وتبادلت معه إطلاق النيران مما أدى إلى مقتل العنصر الإرهابي والعثور بحوزته على حزام ناسف وقنبلتين يدويتين وسلاح ألي وأربع خزائن خاصة به ومئة واثنتين عشرة طلقة من ذات العيار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق